السلام عليكم ورحمة الله عبدالحق كل عام أنتم وأحبابكم وأهلكم بألف خير وعافية وستر يا رب تيوتا رجعت السوبرة ونيسان رجعت لسكايلين فهل نرجع نشوف عودة للمازدر الار اكس بعد 11 سنة من التوقف مع محركها الغريب؟ اليوم بنتكلم عن المازدر الار اكس وتاريخها وبنتكلم عن محركها الدوراني أو الروتري اللي كسر الدنيا في الثمانينات والتسعينات وبنتكلم عن السيارة المازدر الجديدة 2023 اللي رجعت مازدر ونزلت عليها محرك الروتري من المستحيل الكلام عن محرك الروتري بدون ما نتكلم عن أهم سيارة حملة هذا المحرك المازدر ار اكس واللي بنسرد قصتها بعد شوي ففي 1951 اخترع الألماني فليكس وينكل المحرك الدوراني أو الروتري أو وينكل اللي سمي باسمه واللي بعد عشر سنوات بالضبط 1961 وقع مدير مازدر السيد ماتسودا على عقد تطوير هذا المحرك بداك الوقت مازدر كان اسمها تويو كوكيو المحرك شكله غريب ومختلف عن أي محرك سيارة آخر ويسمى محرك دوراني أو روتري فهو بدون مساتم بدون بلوف وبدون عمود تيمن اشتهرت مازدر باستخدامه لكن أيضا كان يستخدم في بعض الطائرات والدراجات النارية ولو محبين في العالم ومجموعات إلى يومك دا وعشان تعرف غرابة المحرك المكون من عدة طبقات فعمود الكرنك فيه يسمى eccentric shaft أو الغريب أو الشاذ العمود تركب عليه المحاور أو البساتم أو الروترز ويثبتها ويحكم اتجاهها دوران تروس البنيون العمود يدور على جرم المحرك وتغطيه حجرات الروترز الشبه بيضاوية بعد كده يتم اقفاله من الأمام ومن الخلف بأغطية ويثبت هذا كله مسامير طويلة جدا مع دوران محرك من السلف يدخل الهواء مع خليط البنزين سواء كان كربريتر أو بخاخ إلى غرفة الاحتراق بفعل الفراغ أو الفاكيوم اللي حركة الروترز بتسببها بنهاية الشوط دوران الروترز يغلق فتحة الانتيك أو الهواء وتصير الحجرة محكمة تماما واللي يعزل الروتر بين الحجرات شنابر خاصة تحجز وتعزل الضغط يستمر المحور بالدوران وهنا يبدأ الشوط الثاني واللي هو ضغط الخليط من الهواء والوقود بنهاية الشوط واللي نعتبره احنا في المحركات العادية تجي الشرارة من بوجي أو أكثر وتولع الخليط بالتجويف الموجود على المحور نفسه وهنا يبدأ الشوط الثالث اللي هو تمدد الهواء الحار ودفع المحور للدوران الشوط الرابع هو تفريغ وإخراج الهواء من المحرك عبر فتحة الاكزوز وإلى الشكمان من رواية هذا المحرك أنه صغير جدا ووزنه أقل مقارنة بالمحركات العادية لكنه ينتج قوة جبارة مقارنة بالسعة يعني تخيل الـ RX-8 المحرك سعته 1.3 لكنه ينتج قوة قدرها 260 حصان لكن بوجود المصافيق وصلوا هذه المحركات بشوية تعديلات رياضية وحجم كيربو أكبر وشوية تيوني لأكثر من ألف حصان بكل سهولة ويسر من مشاكل هذا المحرك أنه يصرف زيت وهذا يسبب تلوث وسبب قلة اهتمام المصنعين بهذه المحركات صرف الزيت عادة يكون بسبب الشنابر فالمحرك فيه جزء علوي دائما بيكون أبرد بسبب دخول الهواء بينما الجزء السفلي مكان الإشعال بيكون أكثر حرارة فالمعادن زي ما تعرفه ما تحب اختلاف درجات حرارة مفاجئة شوية بارد شوية حار بل تحب استقرار الحرارة هذا كله يأثر على الصوف أو على الشنابر ويخربها وما تدوم خلينا نرجع لمازدا والشيخ متسودة والمشاكل اللي كانت تواجهوا فمن البدايات المحرك كثيرا ما كان يصلب ويتكسر بسبب الشنابر الضعيفة وما حلوا المشكلة إلا بعد ما استخدموا شنابر عملوها من معدن لغرافيت الكربوني واللي عزل وتحمل بشكل أكبر وبعد حل المشكلة نزلوا أول سيارة وكان اسمها كوزمو سبورت 110 هذه السيارة مباع منها كميات كبيرة جدا إلى أن ضربت أسعار النفط صناعة السيارات في السبعينات 1978 بدأ تحسن أسعار النفط وهذا شجع مازدا أنه منزلوا المازدا RX-7 واللي كان اسمها في اليابان سافانا وكانت خليفة RX-3 مع نجاح هذه السيارة أوقفت مازدا إنتاج كل السيارات اللي تحمل محركات الروتري باستثناء السيارة الأولى الكوزمو لكن وبعد 8 سنوات أوقفوها هي كمان في 1996 وتفردت الـ RX-7 بهذه المحركات تصميم السيارة بشكل عام لهذه الفترة من النقاد كان جيد المحرك كان راكب شوية خلف المحور الأمامي وده منح السيارة توزيع وزن ممتاز في ذيك الأيام المازدا كانت تعمل من صفر لمية بحوالي 9 ثواني وتوصل سرعتها لحوالي 190 كم بالساعة ومقارنة مع الكومارو محركها الضخم التمانية سلندر واللي كانت تقطع المسافة بـ 8.2 ثانية 1985 نزلت مازدا الجيل الجديد من الـ RX-7 والتصميم كان مستوحى من الـ Porsche 944 واللي بعده مباشرة نزلوا فيها محرك تيربو بقدرة 200 حصان وغيروا نظام الدروكسون إلى الـ Rack and Pinion والفرامل من درم إلى ديسك وده كله رفع مستوى السيارة بشكل كبير وصارت تنعرف أكثر في السباقات ويمكن أجمل آخر تصميم واللي رفع السيارة في السمة كان بالـ 1992 بمحرك تين تيربو 260 حصان من 1.3 لتر التيربو الأول يمنح قوة وعزم في دورات المحرك الواطية واللي كانت هذي مشكلة المحركات والتيربو الثاني يبدأ من حوالي 4000 دورة وانت طالع آخر إصدار من هذه السيارة كان 2012 RX-8 واللي بيعت بأمريكا بعد محاولات مختلفة لتحسين التلوث والإنبعاثات ولكن بدون فائدة وتوقف إنتاج السيارة والمحرك معنا خلال مراحل الـ RX-7 والـ RX-8 فازت هذه السيارة بسباق الليمونت واللي يستمر 24 ساعة في 1991 واللي عشر سنوات متتالية وفازت أيضا بسباق الـ GTU المقام بأمريكا وكندا وحصلت على المركز الثامن في رالي داكار 1981 مازدة هذه السنة رجعت وأنتجت سيارة هايبرد بمحرك روتري صغير ودورات محرك قليلة ينتج 74 حصان مصنوع من الألمنيوم عملوا له طلاء خاص بالسيرميك عشان يخففوا الاحتكاك ويشتغل بنظام حقن الوقود المباشر أو الـ GDI المحرك ما يمشي السيارة بل يشتغل كمولد لشحن البطارية وتوليد الكهرباء للمحرك الكهربائي اللي يوصل القوة للإطارات بمعنى ما في توصيل مباشر من المحرك إلى الإطارات السيارة اقتصادية لأبعد الحدود وتقطع حوالي 600 كم في التانكي وعلى كلامهم اللتر الواحد للوقود يمشيك بالمحرك الكهربائي 115 كم يمكن مازدة حابين يشوفوا كيف حظهم بالمحرك الجديد وكيف يشتغل معهم في خلال الفترات القادمة ويبدأ يطوروا عليه ويمكن نشوف مازدة RX9 تطل علينا زي ما قالت الشائعات في معرض توكيو لا تنسى تسوي شي طيب كل عام وأنتم بألف خير في حفظ الله ومانه اشتركوا في القناة